يسأل عن الفرق بين الكفر والفسق والفجور يا علي بارك الله فيك يعني هذه المفردات الثلاثة أحياناً يكون معناها واحد بحسب السياق أحياناً قد يطلق الفسق على الكفر والفجور على الكفر وأحياناً لا يختلف فيكون الفسق غير الكفر والفجور غير الفسق أو غير الكفر الكفر في لغة العرب التغطية ولذلك يسمى المزارع كافر لأنه يكفر الحب يغطي الحب والليل العرب تسميه كافر لأن الليل يغطي ولذلك الكفر في الأصطلاح والجحود أن يجحد الإنسان الربوبية مثلاً أو الألوهية أو يجحد أمر معلوم من الدين بالضرورة والفسق معناه الخروج عن حكم العادة وبغرض الإفساد ولذلك سميت الفأرة فويسقة لأنه ما تخرج من جحرها إلا للتخريب والفاسق هو المرتكب لكبير من كبائر الذنوب معلناً بها هذا يطلق فاسق وإن ارتكب كبيرة من دون إعلان بها فهو فاسق يعني ديانةً لكن إذا أعلن بها يقال هذا فاسق والفجور هو مأخوذ من الفجور مأخوذ من الزنا ليلاً يعني الخبث هذا ليلاً مأخوذ من فعل المنكر ليلاً ثم أطلق على كل من يعني مارس عملاً قبيحاً محرماً وأوغل فيه وقال فلان فاجر فلان فاجر أهولا فجار بارك الله فيك